السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة اللغة الإنجليزية فيديو اليوم كما رأيتم في العنوان سيكون مراجعة في اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الثالثة متوسط الفصل الثالث لنبدأ على بركة الله Let us begin أولا لنبدأ بقراءة النص معا Text النص عنوان النص Save our forests أنقذوا غاباتنا Forests are very important They produce the oxygen we breathe every day They are the source of wood and the home of many plants and animals They are also comfortable places where we can relax during weekends and holidays الغابات مهمة للغاية فهي تنتج الأكسجين الذي نتنفسه كل يوم هي مصدر الخشب وموطن أو مسكن العديد من النباتات والحيوانات هي أيضا أماكن مريحة يمكننا الاسترخاء فيها في عطل نهاية الأسبوع وفي العطلات Unfortunately every summer we hear about terrible forest fires which destroy millions of trees most of these fires are caused by men لسوء الحظ كل صيف نسمع عن حرائق الغابات الرهيبة التي تدمر ملايين الأشجار معظم هذه الحرائق سببها الإنسان When people go for a picnic they mustn't leave the forest before putting out their fires and of course car drivers and passengers mustn't throw cigarettes out of their car windows If we want to see and keep our country always beautiful and clean we must protect nature عندما يذهب الناس في نزهة يجب أن لا يغادر الغابة قبل إطفاء نيرانهم وبالطبع لا يجب على سائقي السيارة رمي السجائر من نوافذ سياراتهم إذا أردنا أن نرى بلادنا ونحافظ عليها دائما جميلة ونظيفة يجب أن نحمي الطبيعة والآن لننتقل إلى أسئلة فهم النص Part 1 Read and Comprehension Read the text carefully and do the following activities اقرأ النص بعناية ثم أنجز النشاطات التالية Activity 1 النشاط الأول How many paragraphs are there in the text كم فقرة في النص يمكن أن نعرف كم فقرة في النص بكل سهولة من الشكل الخارجي فقط فكل فقرة تبدأ بترك فراغ في أول السطر وتنتهي بنقطة وعادة يفصل بين كل فقرة وفقرة سطر فارغ إذن بمجرد أن ننظر إلى النص نعرف أن هناك ثلاث فقرات كل فقرة تبدأ بفراغ تنتهي بنقطة وبين كل فقرة وفقرة سطر فارغ إذن نكتب هناك ثلاث فقرات في النص Activity 2 Right, True or False Correct the wrong statements أكتب صحيح أو خطأ وصحح العبارات الخاطئة عندنا الجملة الأولى People are not responsible of forest fires الناس غير مسؤولين عن حرائق الغابات هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ إذا عدنا هنا إلى النص سنجد Most of these fires are caused by men معظم هذه الحرائق سببها الإنسان إذن هنا الجملة الأولى People are not responsible of forest fires خاطئة نكتب False كيف نصحح هذه الجملة؟ نقول People are responsible of forest fires بكل بساطة الناس مسؤولين عن حرائق الغابات Protecting the environment is our duty حماية البيئة واجبنا هو واجبنا إذا عدنا إلى النص هنا نجد We must protect nature We must protect nature يجب علينا أن نحمي الطبيعة عندنا must must معناها يجب إذن واجب واجب علينا أن نحمي البيئة أو الطبيعة ومنه هذه الجملة Protecting the environment is our duty True صحيحة نكتب True Forests are not the natural habitat of animals الغابات ليست هي المسكن أو الموطن الطبيعي للحيوانات بدون أن نعود إلى النص نعرف أن هذه الجملة False خاطئة إذا عدنا هنا إلى النص نجد They are the source of wood and the home of many plants and animals الغابات هي المنزل المسكن للعديد من النباتات والحيوانات إذن هذه العبارة False خاطئة نكتب كيف نصحيحها نقول Forests are the natural habitat of animals الغابات هي الموطن الطبيعي للحيوانات والآن Activity 3 What do the underlined words refer to in the text إلى ماذا تعود الكلمات المسطرة عليها في النص عندنا which and they نعرف أن الضمير they يعود على اسم قبله في الجمع الغائب إذن لنقرأ الجملة قبل قبل They They produce the oxygen we breathe every day Forests are very important عندنا كلمة واحدة قبل ذاي في الجمع ما هي الكلمة في الجمع هنا؟ هي كلمة Forests Forests الغابات إذن قلنا ذاي يعود على اسم في الجمع إذن إذن ذاي يعود على Forests الغابات نكتب Forests نستخدم الضمير ذاي حتى نعتفاد التكرار لا نقول Forests are important Forests produce the oxygen we breathe every day Forests are the source of food نستخدم Forests في الجملة الأولى ثم نعبر عنها ب ذاي والآن عندنا Which Which يقابله في اللغة العربية الاسم الموصول الذي أو التي ويعود دائما على جماد أو شيء يعني لا يعود على الإنسان عندنا Who و Which Who يعود على الإنسان Which يعود على الجماد ودائما Which يعود على الاسم الذي قبله مباشرة يعني بكل بساطة نرى مع الجملة الاسم الذي قبلها مباشرة هو الاسم الذي قبله Which هو Fires الحرائق أي حرائق forest fires حرائق الغابات يعني نأخذ العبارة كما هي نأخذ الاسم الكامل forest fires حرائق الغابات ويمكن أن نكمل terrible forest fires حرائق الغابات الرهيبة إذن Which تعود على terrible forest fires حرائق الغابات حرائق الغابات الرهيبة التي تدمر الملايين الأشجار التي هنا تعود على حرائق الغابات الرهيبة نكتب terrible forest fires activity four find in the text words that are closest in meaning to the following ابحث في النص عن كلمات قريبة في المعنى للكلمات التالية يعني سنبحث عن مراد preserve ونبحث عن مراد have to إذا عدنا هنا إلى النص مراد preserve من النص هو نعم protect we must protect nature protect أو preserve معناها نحمي نحافظ الفعل يحمي أو يحافظ إذن هنا نكتب protect ثم عندنا have to مراد فها من النص بالطبع سيكون must must have to we have to protect nature علينا أن نحمي الطبيعة we must protect nature يجب علينا أن نحمي الطبيعة إذن نكتب هنا must ثم عندنا السؤال الذي بعده find in the text words that are opposite in meaning to the following نبحث عن عكس كلمة dirty وعكس كلمة build إذا عدنا إلى النص هنا سنجد عكس كلمة dirty هو clean dirty معناها متسخ clean معناها نظيف and keep our country always beautiful and clean نبقي بلدنا نظيفا عكس dirty متسخ إذن نكتب هنا dirty عكسها clean عكس كلمة build من النص الفعل to build معناها يبني عكسه سيكون نعم destroy destroy يدمر حرائق الغابات التي تدمر الملايين من الأشجار destroy build إذن نكتب هنا destroy والآن لننتقل إلى أسئلة القواعد mastery of language activity one التمانين الأول spot the mistakes and write the corrected sentence يعني سنبحث هنا عن الأخطاء الموجودة في كل جملة ونصححها الجملة الأولى doesn't throw rubbish everywhere لا ترمي القمامة في كل مكان إذن هنا عندنا جملة أمرية جملة فيها فعل الأمر فعل الأمر هنا في صيغة النفي لا ترمي نعرف أنه عندما تكون عندنا جملة أمرية في صيغة النفي دائما تبدأ ب do not وليس does not لا ترمي القمامة في كل مكان don't throw rubbish everywhere ولا نقول does not throw rubbish everywhere لماذا لأن الفاعل في هذه الجملة الأمرية كما قلنا هو ضمير مستتر تقديره you أنت لا ترمي القمامة في كل مكان و you مع الفعل to do هو do وليس does إذن نقول don't throw rubbish everywhere الجملة الثانية we must fight in pollution we must fight in pollution أين هو الخطأ في الجملة الخطأ هو في الفعل fight لا نقول fight نقول we must fight pollution لماذا لأنه عندنا the modal must عندما نجد the modal must أو can أو should أو could have to الفعل وراء هذه المodals لا يصرف نتركه كما هو we must fight والآن لننتقل إلى التمرين الثاني activity to fill in the gaps with must mustn't don't have to and should لنقرأ الجملة الأولى we build factories far from inhabitant areas إذن هنا نستخدم نعم صحيح نقول we must build factories far from inhabitant areas يجب must يجب علينا أن نبني المصانع بعيدا عن المناطق السكانية الجملة الثانية you be aware about the dangers of pollution هنا نستخدم نعم نقول you should be aware about the dangers of pollution ينبغي عليك أن تكون واعيا بأخطار التلوث الجملة التي بعدها people cut trees or burn forests هنا نستخدم mustn't people mustn't cut trees or burn forests يجب يجب أن لا يقطع الناس الأشجار أو يحرق الغابات الجملة الأخيرة we throw papers and plastic because we can recycle them هنا نستخدم we don't have to we don't have to throw papers and plastic because we can recycle them ليس علينا أن نرمي الأوراق أو plastic لأنه يمكننا أن نعيد تدويره والآن وصلنا إلى activity three cross the silent letters سنشطب على الحروف الصامتة الحروف التي تكتب ولا تنطق عندنا الكلمة الأولى should should نسمع عفوا نكتب L ولكن لا ننطقها نقول should لا نقول should إذن نشطب على حرف L الكلمة الثانية climb نقول climb ولا نقول climb الكلمة الثالثة chemical نقول chemical إذن لا ننطق حرف H والكلمة الأخيرة write لا نسمع W إذن نشطب عليها write لا نقول write نقول write throw rubbish everywhere recycle waste pollute the water يعني تخيل أنك عضو في جمعية green peace السلام الأخضر المسؤولة عن حماية الطبيعة أكتب فقرة قصيرة تتحدث فيها أو تخبر الناس فيها عن كيف يمكننا أن نحمي البيئة من التلوث ويمكنك أن تستعين بهذه الجمل هنا كتبت لكم هذه الفقرة يمكنكم أن تستعين بها لتكتب فقراتكم الخاصة كمقدمة يمكن أن نقول our environment has come under serious threat due to human activities therefore there is an urgent need to protect it first a lot of waste household materials that are no longer in use like plastic and glass bottles pollutes the environment if these waste materials reach the soil it could stay there for years we should recycle these waste materials instead of throwing it into nature second trees are very essential part of the environment they consume carbon dioxide and emit life-saving oxygen into the air which keeps the atmosphere clean and fresh therefore we mustn't cut down trees we should instead plant more and more trees to improve environmental health finally we see many plastic bags bottles food packages etc littered around at places like beaches gardens public places and marketplaces this litter just damages the environment for it simply rots and pollutes it so do not litter anywhere dispose of the waste properly in a dustbin the planet earth is our home if we can keep our homes clean then why not the planet earth we should educate the young generation on how to keep the environment clean we should organize cleanliness campaigns also certain laws should be imposed to keep the surroundings clean وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو نال على إعجابكم واستفدتم منه إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك أسفل هذا الفيديو أيضا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يصلكم إشعار كلما أضع فيديو جديد أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله إلى اللقاء وحظا موفقا للجميع